اشتركوا في القناة عن مزارة الصحة بالحكومة المقترحة وطلب المتظاهرون بتفعيل القانون رقم واحد وأربعة بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين أعلنت الغرفة الأمنية صبرات رفع قرار حضر التجول في المدينة والمعمول به لقرابة الشهر وأشرت الغرفة الأمنية في بان عبر فيسبوك أن قرار رفع حضر التجول يأتي بعد استثباب الأمن بالمدينة ويدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم يذكر أن الغرفة الأمنية بصبرات قررت في الرابع من نوفمبر الماضي منع التجول بالمدينة من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا لأسباب أمنية نفى منصق حركة غضب في الزن تواصلهم مع أي جسم سياسي أو جهة رسمية وحذر منصق الحراك في بان مصور من أن خطوتهم القادمة ستكون على قدر معاناة أهل فزان وفق تعبيرهم فالأثناء نبه الحراك لأن أي تواصل مع الجهات الرسمية دون الرجوع إلى تنسقية العامة عمل فردي لا يمت للحراك بصلة علن المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم المقترح انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول في التاسع من الشهر الجاري ودع المركز في منشورنا على صفحته الرسمية بفيسبوك الكوادر التعليمية بالمدارس إلى مرعاة عدم تزامن الاختبارات مع بوعد التطبيقات الشهرية وعدم إرهاق الطلبة نهاية الموجز إلى اللقاء